اخترت هذا المجال لأني أحب التصميم الهندسي أبي تعلم كيف أصمم ويعني أتعلم الهندسة حتى بس هو مو المجال اللي أبي أخذ في الجامعة بس أريد أن أتعلم لأن أتعلم مع موهبة هذا الأكاديمي مرأي وان الصراحة كان عندي تشفير السنة الماضية كان صراحة يعني جيد جدا تعلمنا حتى عن يعني كيف نستخدم كيف استخدم التشفير في الماضي وتعلمنا عن كيف الحين يستخدم الحين أي مرة يعني أشوف الإشارة كده أخبط فيها أشوف هذا ممكن بعدين أكتشفنا لا أحد حاول يشفر الرسالة صارت مرة مرتين اكتشفت أحد رسالي يعني رسالة يتوقع حاول يخدعوني يعني ولا شيء اكتشفت أنها مشفرة حاولت أكثر من محاولة بس بالأخير عرفت كانت تشفيري يعني واحد من أسهل الأنواع كانت سيزر صيفر البرنامج الحالي علمني عن كيف صناعة المباني من جد شوي تصير صعبة لأن في عندك أكثر من كيف يقولونها فورس في أكثر من فورس يأثر في المبنى وكيف أنه لازم يصير في فاونديشن للمبنى عشان يثبتها وكيف الفورس يقومون يتحرقون من فوق المبنى إلى تحتها من حيث الستركتورز والسفورتز هو شوي السنان الجاية الله أعلم باش ممكن بس ممكن حتى يصير ادخل الريسورج أنا الصراحة السنة الماضية هم أمي وأبوي قرأوا لي فيه هذا حق موهبة ممكن يعجبك بس هذه السنة أنا قلت لهم عادي يدخل نفسي لأنا من جد يونس التعليم هنا ترفية دراسة يعني أحس أني قد أتعلم بس قد أتعلم شيء من جد يعني يونس ويفيدني ويعني يدمج يدمج كل شيء أمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر